السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أحباء طلاب الصف الأول الإعدادي في المراجعة الثانية لشهر مارس احنا هنا المراجعة الثانية لأن احنا رجعنا الحصة اللي فاتت على الجغرافيا رجعنا على الأقاليم المناخية والنباتة الطبيعة في العالم اللي هو محتوى شهر مارس في الجغرافيا أما بالنسبة لشهر مارس في التاريخ هيشمل ثلاث دروس هيشمل درس الإسكندر الأكبر في مصر مصر تحت حكم البطالمة ومصر تحت حكم الرومان فيلا ويا بعض كده نبدأ بأول سؤال معنا في مراجعة على شهر مارس في محتوى التاريخ ونبدأ بسؤال اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين أول سؤال عندنا في اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين عرف المصريون عادات الأغريق قبل ما جاء الإسكندر إلى مصر حيث كانوا يعملون كام الأغريق المصريين كانوا عارفين الأغريق قبل ما يجي الإسكندر الأكبر إلى مصر والأغريق كانوا موجودين في مصر وبيشتغلون في مصر إيه يا ترى حرفيين مهرة ولا جنود مرتزقة ولا موظفين حكوميين ويا بعض كده نتعرف على الإجابة الصحيحة الإجابة الصحيحة إيه؟ أيوة تمام صح كلامك جنود مرتزقة أنا عرفت إن هي جنود مرتزقة ليه من السؤال اللي بيقول بما تفسر ترحيب المصريين بالإسكندر الأكبر ترحيب المصريين بالإسكندر الأكبر أول حاجة عشان يخلصهم من ظلم الفرص تاني حاجة لأن المصريين كانوا عارفين الأغريق اللي كانوا بيشتغلوا معندنا في مصر جنود مرتزقة تمام سؤال الثاني دفن الإسكندر الأكبر فيه؟ أنتوا عارفين يا شباب إن الإسكندر الأكبر مات على حدود مات في بابل بالعراق مات في مدينة بابل بالعراق ولكن يا ترى الدفن فين؟ هل في مصر؟ ولا في مغدونيا؟ ولا في نقيا؟ فقربان؟ تمام؟ هنفكرين إن آخر سؤال كان في درس الإسكندر الأكبر في مصر إن مات الإسكندر وهو عنده كم سنة ترى؟ وهو عنده 33 سنة ودفن فين؟ دفن في الإسكندرية طيب الإسكندرية بقى أن فين؟ في مصر ولا مغدونيا ولا في نقيا؟ أكيد في مصر أظهر الإسكندر الأكبر تفوقه العسكري منذ بداية توليه الحكم من خلال استلاقوا على فين نقيا أعاد التوحيد بلاد اليونان عزيمته للفرص ما نسترعش؟ ما نختار إيه؟ تمام صح؟ ليه؟ لأن السؤال فيه منذ بداية توليه الحكم وهو تولى الحكم فين يا ترى؟ تولى الحكم في بلاد اليونان اللي هي بلاد الأغريق أنتوا فاكرين لما تولى الإسكندر حكم بلاد اليونان وهو عنده عشرين سنة تمردت المدن الأغريقية عليهم استصغرت سنه ولكن الإسكندر استطاع أنه يقضي على تمرد المدن الأغريقية ويعد توحيد بلاد اليونان مرة أخرى يبقى أظهر الإسكندر الأكبر تفوقه العسكري منذ بداية توليه الحكم من خلال عادة توحيده لبلاد اليونان تسأل بعد كده؟ أول المناطق التي استولى عليها الإسكندر في مصر كانت تل الفرمة سيوى الإسكندرية أول المناطق هي ترى؟ أول المناطق الإسكندر جاي من في نقيا جاي يعني من فلسطين يبقى أول بلد هتقابله تل الفرمة اللي هي جنب بروسعيد شرق بروسعيد ولا سيوى ولا الإسكندرية أيوة من لنحية الشرق من مصر أيوة تل الفرمة اللي هي بالقرب من بروسعيد تدل زيارة الإسكندر الأكبر لمعبدي الإله بتاحت في منف والإله آمون في سيوى علام اعتزاز بديانته حكمته السياسية قوته العسكرية نختار إيه يا شباب؟ تمام نختار حكمته السياسية لأن الإسكندر الأكبر كان يهدف من زيارته لمعبدي الإله بتاحت والإله آمون إلى استقرار الأوضاع في مصر يحبب المصريين فيه ويكسب ودهم عشان ما يقوموش ضده بالثورة ودي بترجع لحكمته السياسية تمام كانت مصر من نصب نؤط بعد وفاة الإسكندر الأكبر أرشميدس بطليموس الأول كاليو بطرة السابعة مصر يا ترى كانت من نصب مين؟ تفاكرين إمبراطورية الإسكندر اللي كانت ممتدة في ثلاث قرارات في أوروبا وأسيا وأفريقيا قسمت بين مين؟ بين قادة جيشة طيب أوروبا احنا كنا قلنا من نصب أنتيجونس اللي هي مقدونية أسيا اللي هي العراق وسوريا كانت من نصب سيليوكيس اللي عمل فيها الدولة السيليوكي طيب مصر بقني اللي في أفريقيا كانت من نصب مين؟ كانت من نصب بطليموس الأول اللي هو أخلص قادة الإسكندر يبقى بطليموس الأول انتهت دولة البطالمة في مصر مع نهاية حكم انتهت دولة البطالمة في مصر مع نهاية حكم كليو بطرة السابعة بطليموس الثالث يوليوس قيصر من يطرى؟ تمام؟ مع نهاية حكم كليو بطرة السابعة أصغر الوحدات الإدارية بمصر في عهد البطالة ما كانت تسمى مدينة كوم أقليم هي طرى الإجابة نرجع للتقسيم الإداري نرجع للتقسيم الإداري لدولة البطالة قسموا مصر إلى كام 42 أقليم وكل أقليم إلى مجموعة من المراكز وكل مركز إلى مجموعة من القرى وكانت القرى أيامهم تسمى كوم يبقى أصغر الوحدات الإدارية بمصر في عهد البطالة ما كانت تسمى كوم اللي هي القرية حاليا من أشهر علماء جامعة الإسكندرية في الهندسة أرشيميدس، مانيتون، أقليدس يطرى أشهر علماء جامعة الإسكندرية في الهندسة أرشيميدس، لدي كان صاحب قنون الطاف مانيتون، لدي كان في التاريخ أقليدس، أيوة أقليدس اللي وضع أصول علم الهندسة وأشهر علماء جامعة الإسكندرية في الهندسة استحدث البطالمة خلال وجودهم في مصر؟ نظم حكم مختلفة؟ اللغة الرسمية جديدة؟ صناعة الزجاج من الرمال؟ نظم حكم مختلفة؟ لا، لأنهم يعتمدهم على الحكم المطلق بتاع الفراعينة كان نظام الحكم بتاعهم امتداداً للحكم الفراعينة اللي هو الحكم المطلق طيب، صناعة الزجاج من الرمال؟ لا، طبعاً ده المصريين هم أول من صنعوا من الزجاج من الرمال في العالم قبل ما البطالمة يجوا من مصر لغة رسمية جديدة؟ تمام، لغة رسمية جديدة لأنهم استخدموا اللغة اليونانية كلغة رسمية للبلاد تمام، يبقى استحدث البطالمة خلال وجودهم في مصر وجودهم في مصر لغة رسمية جديدة أي من حكام روما التاليين شهدت البلاد بعد مقتله حروباً أهلية؟ أكتافيوس أنتونيوس يوليوس قيصر مين يطرى؟ أي بقى كان أول سؤال في الغزو الروماني لمصر النتائج المترتبة على مقتل يوليوس قيصر قيام الحرب الأهلية في روما يبل إجابة يوليوس قيصر حرم الرومان نؤط من الاشتراك في حكم مصر الأغريق المصريين البطالمة الرومان حرم من من الاشتراك في حكم مصر؟ الأغريق؟ لا طبعاً ده الأغريق حصلوا مع بعض الامتيازات كالعفو من دفع بعض الضرائب البطالمة؟ لا طبعاً أما المين؟ المصريين بحرم الرومان المصريين من الاشتراك في حكم بلادهم حكم مصر نتج عن معاملة الرومان السيئة للمصريين قيامهم بصوارات على يد الرعاه والطجار الصناع والطجار الرعاه والمزارعين يا ترى الإجابة إيه؟ نرجع ونتكلم عن طبقات المجتمع المصري وطبقة المصريين اللي عملهم الرومان معاملة سيئة عشان كده آموا ضدهم بالصوارات مثل صورة الرعاه والفلاحين في الدلتة في القرن الثاني الميلادي الرعاه والفلاحين تب الرعاه والفلاحين مش موجودين تب ما هو عندنا الرعاه والمزارعين ما هم المزارعين هم هم الفلاحين يبا الرعاه والمزارعين احتلت نقطة المركز الأول في نشر في نون العلم والثقافة أثناء وقوع مصر تحت حكم الرومان مقدونيا رومان الاسكندرية في عهد الرومان يبقى أكد روما تبقى اسكندرية لا اسكندرية احتلت المركز المركز التاني يبقى الإجابة روما يعد من المنشآت المعمارية التي أقامها الرومان أقواص الناصر معبد الرمسيوم مكتبة الإسكندرية مكتبة الإسكندرية لا مكتبة الإسكندرية دي اللي أنشأها البطال ما مش الرومان تم معبد الرمسيوم لا دي اللي عمله برضو كل البطال ما مش الرومان لعبادة الإله سرابيس أقواص الناصر تمام أقواص الناصر أي من حكام البطالمة التاليين شاهد عهده على قطو الدية تجارية مزدهرة مع روما بطليموس الرابع بطليموس الثاني كليو بطر السابعة من يطره من الحكام دول كان في المرحلة الأولى اللي شاهدت علاقات ود وتبادل تجاري من يطره المرحلة الأولى كانت من بطليموس الأول لبطليموس الثالث اللي هي مرحلة الود والتبادل التجاري من بطليموس الأول لبطليموس الثالث يبقى كده الإجابة بطليموس الثاني زهر الاختلاف بين حكم البطالمة وحكم الرومان لمصر فيه التقسيم الإداري اللغة الرسمية للبلاد الاهتمام بالعمارة زهر الاختلاف بين حكم البطالمة وحكم الرومان لمصر تقسيم إداري بناخدها من تحت كده الاهتمام بالعمارة لا للصراحة الاتنين اهتموا بالعمارة البطالمة أنشأهم منارة الإسكندرية في العمار الرومان أنشأوا حاجات كتير أقواس النصر والبوابات والحمامات العامة والمسارح والمعابد طيب اللغة الرسمية للبلاد لا الاتنين اعترفوا باللغة اليونانية اللغة الرسمية للبلاد طيب التقسيم الإداري أيوة التقسيم الإداري لأن البطالمة قسموا مصر إلى 42 أقلين لكن الرومان قسموا مصر إلى 3 أقسام كبرى فكذلك 3 أقسام كبرى أيوة مصر السفلة مصر الوسطى مصر العلية يبقى الإجابة التقسيم الإداري ظهر امتزاج طراز المعمار الشرقي والغربي خلال عهد الرومان في تشييد المسارح المعابد الحمامات أيوة تمام في المعابد لأن الرومان عملوا من المعابد على الطراز المصري والطراز البطلم والطراز الروماني فكان فيه امتزاج بين الشرق والغرب في بناء المعابد اهتم الرومان بصناعة نؤط التي انتشر استخدامها بين كهنة مصر الفرعونية اهتم الرومان بصناعة التي انتشر استخدامه بين كهنة مصر الفرعونية هما الكهنة كانوا بيستخدمهم ايه ترى؟ ايوة الكهنة كانوا بيستخدمهم في الكتابة ورق البردين تمام؟ ورق البردين نروح بعد كده للسؤال الثاني من اسئلة الموضوعية وهو سؤال الصحة والغلاط ده علامة صحة امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة الخطأ اول سؤال عندنا وحد الملك فليب المقدوني اقلم اسينة عام 338 قبل الميلاد فليب المقدوني وحد اقلم اسينة عام 338 قبل الميلاد اجابة ترى صحة ولا غلط الملك فليب المقدوني موحدش اقلم اسينة ده هو واحد اقلم مقدوني عشان كده سمناه فليب المقدوني يبقى كده العبارة خطأ مرت بلاد الاغريق بحالة من الاستقرار بعد وفاة الملك فليب المقدوني يطرى العبارة صحة ولا غلط مرت بلاد الاغريق بحالة من الاستقرار بعد وفاة الملك فليب المقدوني ده اكيد العبارة خطأ ليه خطأ؟ لان المدن الاغريقية تمردت اعلنت التمرد والعسيان على الاسكندر الاكبر واستطاع الاسكندر الاكبر ان هو يقضي على تمرد المدن الاغريقية يبقى اكيد ما مرتش بحالة من الاستقرار يبقى العبارة خطأ عاش الاغريق في مصر قبل ما جئ الاسكندر اليها وعملوا كصناع وطجار عاش الاغريق في مصر قبل ما جئ الاسكندر اليها وعملوا كصناع وطجار مش احنا لسه قايلين ها دلوقتي يا شباب مش احنا لسه قايلين ان الاغريق كانوا موجودين في مصر قبل ما الاسكندر ييجي وكانهم بيشتغلهم كجنود مرتزقة يقبل عبارة خطأ استاء المصريين القدماء من حكم الفرص لهم ما معنى كلمة استاء يعني غضبة المصريين كانوا غضبانين من حكم الفرص لهم اكيد العبارة صح طب صحي ليه يا شباب العبارة صحي ليه ايوه لان الفرص كانوا بيفرضوا مع المصريين الدراء بالباهزة الفرص كانوا ما بيحترموش الديانة بتاع المصريين عشان كده استاء المصريين قدماء من حكم الفرص العبارة صحيحة لقب الاسكندر الاكبر بابن الاله اامون يطرى العبارة ايه ايوه لقب بابن الاله اامون لما راح زار معبد الاله اامون في واحد سوا وقدم للاله اامون القرابين فرحب به الكهنة واطلقوا عليه اسم لقب ابن الاله اامون لقب العبارة صحيحة نروح للسؤال اللي بعد كده عرفت الحضارة البطلمية باسم الحضارة الهيلينستية عرفت الحضارة البطلمية باسم الحضارة الهيلينستية يا طرى العبارة صحة ولا غلط طب يعني ايه حضارة الهيلينستية الاول الحضارة الهيلينستية احنا قلنا مزيج من الحضارتين المصرية والأغرقية أبيطار الحضارة البطلمية عرفت باسم الحضارة الهيلينستية أيوة تمام على عبارة صحيحة اعتمد البطالمة على المصريين في تولي المناصب المهمة في مصر شباب أي مستعمر أي محتل استحال أنه يشرك الشعب في حكم بلاده استحاله سواء البطالمة أو الرومان أو غيرهم من المحتلين يقبل عبارة خطأ كان الحكم البطلمي لمصر امتدادا للحكم الفرعوني المطلق من السائلينها أن البطلمة كانوا بيعتقد أنهم ملوكا وفراعنة وآلهة يبقى أكيد هيعتمدهم على الحكم المطلق ودي اللي كان بيعتمد عليه أيضا الفراعنة يبقى العبارة صحيحة أدخل البطالمة أدوات جديدة للري مثل الساقية أكيد لأن من ضمن أسباب تقدم الزراعة اصدار الزراعة في عهد البطالمة يدخل أدوات جديدة للري مثل الساقية والطنبور والطنبور يبقى الإجابة صحيحة لم يستخدم البطالمة نظام المقايدة في معاملاتهم التجارية لم يستخدم البطالمة نظام المقايدة في معاملاتهم التجارية هم الفراعنة كانوا بيستخدمهم المقايدة في المعاملات التجارية أيضا البطالمة البطالمة لا البطالمة استخدموا العملات سواء العملات باقن الزهبية أو الفضية في المعاملات التجارية يبقى لم يستخدم البطالمة النظام المقايدة في معاملاتهم التجارية أكيد العبارة صحيحة استخدم البطالمة اللغة اليونانية كلغة رسمية للبلاد استخدم البطالمة اللغة اليونانية كلغة رسمية للبلاد والرومان أيضا استخدموا من اللغة اليونانية كلغة رسمية للبلاد يبقى أكيد العبارة العبارة صحيحة كانت مدينة منف مركز اشعاع حضاري في عصر البطالمة مش احنا قلنا ان البطالمة عملوا لنا حضارة جديدة اسمها الحضارة الهيلينستية كان اهم مراكز نشرها في العالم اشعاعها يعني نشرها في العالم ايوة كانت مدينة الاسكندرية مش مدينة منف ايبا كانت حرقة كانت مدينة منف مركز اشعاع حضاري في عصر البطالمة العبارة خطائية كانت اسكندرية كانت العلاقات قوية بين البطالمة والامبراطورية الرومانية في المرحلة الثانية لا في المرحلة الثانية المرحلة الثانية شباب كانت العلاقة بين البطالمة ورومة كانت عبارة عن تدخل سياسي وفي المرحلة الثالثة كانت تدخل عسكري مكارتش قوية كانت تدخل من الرومان في شؤون البطالمة يبلع عبارة خطاء مرت رومة بحالة من عدم الاستقرار والانقصامات بعد وفاة يوليوس قيسار ايوة تمام صح نلسة متكلمين على النقطة دي النتائج المترتبة على مقتل يوليوس قيسار خيام الحرب الاهلية في روما اللي هو عدم الاستقرار والانقصامات يبقى العبارة صحيحة نجح القائد انطونيوس في توسع ممتلكاته شرقا نجح القائد انطونيوس في توسع ممتلكاته شرقا طب احنا نعرف منين ايوة نعرف من اسباب توطر العلاقة بين انطونيوس واكتافيوس انه لما كان يفتح اي بلد في الشرق اهو بيفتح اي بلد في الشرق كان بديها هدية لكن اليوبطرة وابنائها يبقى العبارة صحيحة وقعت معركة اكتيوم البحرية على السواحل الشرقية لبلاد اليونان وقعت معركة اكتيوم البحرية على السواحل الشرقية لبلاد اليونان يا ترى صح ولا خطأ تمام وقعت معركة اكتيوم البحرية على السواحل الشرقية لبلاد اليونان لا ده السواحل الغربية لبلاد اليونان مش السواحل الشرقية يبقى العبارة خطأ انتصر اكتيفيوس على انطونيوس في معركة اكتيوم البحرية النتائج المترتبة على معركة اكتيوم البحرية انتصر اكتيفيوس على انطونيوس تمام وانتحر انطونيوس وتبعته في الانتحار كليوبطرة واصبحت مصر ولاية رومانية بلا عبارة صحيحة احتلت الاسكندرية المركز الاول في نشر الحضارة الرومانية احتلت الاسكندرية المركز الاول في نشر الحضارة الرومانية احنا نستئلينها ده الروم اللي احتلت المركز الاول واسكندرية احتلت المركز الثاني يبال عبارة خطأ نروح للأسئلة المقالية بعد ما أخذنا سؤالين من الأسئلة الموضعية سؤال اختر وسؤال صح وغلط نروح بعد كده للأسئلة الموضعية لأن انتوا عارفين يا شباب أن الامتحان بيشمل أسئلة الموضعية وأسئلة مقالية نروح للأسئلة المقالية ونبدأ بسؤال بما تفسر ترحيب المصريين بالإسكندر الأكبر عند قدومه لمصر تمام الإجابة بتاعكم صحيحة لكي أول حاجة يخلصهم من الاحتلال الفارسي الذي فرض عليهم الضرائب والذي انتهى كحرية الديانة المصريين اتنين لمعرفتهم بعادات الأغريق لمعرفة المصريين بعادات الأغريق الذين كانوا يعملون كجنود مرتزقة في مصر نبص على الإجابة تاني كده شباب نحس على اللي بعده بما تفسر بناء الإسكندر مدينة الإسكندرية ليه طراء الإسكندر بين مدينة الإسكندرية؟ الإسكندر بين مدينة الإسكندرية أيوة عشان تحمل اسمه وهو الإسكندر أصلا اسمه أليكزاندريا مش اسمه الإسكندر والإسكندريا في اللغة الإنجليزية بمعنى أليكزاندريا يبقى لكي تحمل اسمه اتنين تكون عاصمة للبلاد تلاتة تكون مركز لنشر الحضارة الإغرقية اللي أحبها الإسكندر أربع قاعدة بحرية لتدعم سيطرتها على البحر المتوسط لأن الإسكندر كان معها أسطولة شباب كان معها أسطولة والأسطولة كان لازم لومينة فعشان كده عمل الإسكندرية وكان لمدينة الإسكندرية من أين في ذلك الوقت من أشارئي ومن أغربيش نبص عن الإجابة نبص بما تفسر انهيار وسقوط دولة البطالمة احنا كنا خذنا أن دولة البطالمة مرت بمرحلتين المرحلة الأولى كانت مرحلة القوة والإزدهار المرحلة الثانية مرحلة الضعف والانهيار ليه بأن البطالمة بأن انهارت وسقطت انهارت وسقط الدولة البطالمة بسبب زيادة ثوارات المصريين ضدهم للظلم والإضطهاد الواقع عليهم زيادة ثوارات المصريين ضدهم المصريين قاموا ضدهم بالثوارات ليه للظلم والإضطهاد الواقع على المصريين اتنين زيادة نفوز روما وتدخلها في شؤون مصر الداخلية ثلاثة ضعف الملوك والتنازع بينهم تات أسباب ديات أدت إلى سقوط دولة البطالمة نبص على الإجابة يا شباب بما تفسر شهرة مكتبة الإسكندرية شهرة مكتبة الإسكندرية بترجع شهرة مكتبة الإسكندرية إلى أنها أول مكتبة حكومية عامة عرفها العالم الأديم اتنين اهتمام بطليموس الأول بتزودها بالكتب الأصلية باللغات المختلفة مثلها اليونانية الفينيقية والهندية ودي سبب شهرة مكتبة الإسكندرية بما تفسر توطر العلاقات بين أكتافيوس وأنطونيوس الاثنين كانوا أصدقاء بعد مقتل يوليوس قيصر الاثنين قعدوا مع بعض وقسموا الإمبراطورية الرومانية بينهم بين بعض أكتافيوس أخذ القسم الغربي أنطونيوس أخذ القسم الشرقي يا ترى العلاقات توطرت ما بينهم وبين بعض ليه؟ العلاقات توطرت بينهم وبين بعض بسبب لأن أنطونيوس قام بيه إهداء كليو بطرة السابعة وابنائها بعض الأقالمة التي فتحها في الشرق اتنين الاحتفال بانتصاراته في مصر وليس في روما وإحنا قلنا أن ده بيعتبر خروج على التقاليد الإمبراطورية الرومانية لأنه كان المفروض أنه يحتفل بانتصاراته في روما وليس في مصر سؤال من نتائج المترتبة على المعاملة السيئة للمصريين من الرومان الرومان لما عملوا المصريين معاملة سيئة أدى إلى قراهية المصريين للرومان اتنين قيام المصريين بالصوارات ضد الرومان مثل صورة الرعاة والفلاحين في القرن الثاني الميلادي في الدلتا ثلاثة ترحيب المصريين بالفتح العربي الإسلامي بالنتائج المترتبة على مقتل يوليوس قيصر هي ترى النتائج المترتبة على مقتل يوليوس قيصر أيوة صح إجابتكم صحيحة واحد قيام الحرب الأهلية في روما انتهت الحرب الأهلية بالاتفاق بين قواده على تقسيم الإمبراطورية الرومانية حيث تولى أكتافيوس حكم القسم الغرب من الإمبراطورية الرومانية اتنين تولى أنطنيوس حكم القسم الشرقي من الإمبراطورية الرومانية نبص على السؤال ده شباب لأنه بتكرر كتير في الامتحانات من نتائج المتلتبة على ضعف دولة البطالمة في أواخر عهدها هي طرى النتائج المتلتبة على ضعف دولة البطالمة في أواخر عهدها الدائلة زيادة نفوز روما وتدخلها سياسيا في شؤون مصر الداخلية إنه يروى سقوط دولة البطالمة احتلال الرومان لمصر عام 30 قبل الميلاد سأل ده مهم بردو وبيجي كتير في الامتحانات نبص عليه سأل بعد كده ما النتائج المتلتبة على وفاة الإسكندر دون وريس أي ترى النتائج المتلتبة على وفاة الإسكندر دون وريس تمام واحد تقسم إمبراطورياته بين قواده فكانت مصر من نصب من يترى أحد قواده وهو بطليموس الأول الذي كان من أخلص حراسه وبالتالي تأسيس دولة البطالمة في مصر سأل بعد كده أثبت بالأدلة التاريخية حرص الإسكندر على إظهار احترامه للديانة المصرية إيه الدليل على أن الإسكندر أظهر احترامه للديانة المصرية تمام أيوة صح رح زار معبد الإله بتاح في منف حيعمل حاجة تانية يا شباب رح زار معبد الإله آمون في واحد في واحد سوا بحيث قام بزيارة معبد الإله بتاح في منف وأقام فيها مهرجانا رياضيا على الطريقة الأغريقي خلي بالنا أنه كان هدف الإسكندر في الوقت ده هو هدف سياسي رغم أنه أعماله أعمال ديني بحيث قام بزيارة معبد الإله بتاح في منف وأقام فيها مهرجانا رياضيا على الطريقة الأغريقية تاني حاجة إنه هو زار معبد الإله آمون في واحد سوا حيث قدم له القرابين فرحب به الكهنة ولقبوه بابن الإله ابن الإله آمون السؤال ده مهم برضو كشباب وبيجي كتير في الامتحانات حرس الإسكندر على إظهار احترامه للديانة المصرية نبص على الإجابة تاني كده لو سمحتم سؤال بعد كده من أثر الناتج عن السروات الوفيرة والمتعددة التي وهبها الله لمصر واحد جعلها مهدا للحضارات جعل مصر مهدا للحضارات اتنين لفتت أنظار الطامعين إليها حتى أصبحت كل دولة تنشت بناء إمبراطورية تتجه إلى مصر للاستلاء على خيراتها مثل الليبيين والآشوريين والفرص واليونانيين والبطالمة والرومان وبسؤال السروات النتائج المترتبة على السروات الوفيرة التي وهبها الله لمصر بنكون كده وصلنا إلى نهاية درس النهاردة وهو مراجع على محتوى التاريخ لشهر مارس عشان امتحنات شهر مارس على الأبواب إن شاء الله وإلى اللقاء إن شاء الله في درس جديد من درس مادة الدراسات الاجتماعية للفصل الدراس التاني الفين تلاتة وعشرين الفين اربعة وعشرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة